موسيقى صباحكم خيرات مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار الصباحية الدعوة الى عقد اجتماع الهيئة التأسيسية للحركة مرة ثانية في الثاني عشر من الشهر الحالي والاسرع بتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب كانت ابرز قرارات اجتماع الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس مساء الثلاثة بعد احداث العنف التي شابت اجتماع المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس لحظ الماضي دعت الهيئة التأسيسية للحركة التي غاب عنها اربعة اعضاء في عقب اجتماع لها الى الاسرع بينجاز المؤتمر التأسيسي للحزب والحرسي على انجحها الهيئة التأسيسية قررت الاجتماع مرة اخرى يوم الخميس 12 نوفمبر 2015 لفسح المجال للمساعي التوافقية ولتفعيل القرارات الخاصة بعقد المؤتمر قبل موفة السنة الحالية تنظيميا وسياسيا غياب رئيس وحركة نداء تونس محمد النصر عن اجتماع الهيئة التأسيسية علق عليه وعضو الهيئة التأسيسية على هذا النحو احنا اتفقنا اليوم ان اتفقت الهيئة التأسيسية انما ما نعطيه حتى تصريح ما عندك حتى تعليق؟ ما عطينا قلينا البيان وربما تكون الايام القليلة المقبلة كفلة بحل المسائل العالقة في حزب حركة نداء تونس يشرع رئيس الجمهوري الباجي قيد سبسي وحرمه اليوم في زيارة دولة بثلاثة ايام الى مملكة السويد بدعوة من الملك السويد شارل السادس عشر جوستاف وحرمه ووفق بلاغ رئاسة الجمهورية يجري رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة جملة مباحثات مع الوزير الاول ورئيس البرلمان وثلة من كبار المسؤولين السويديين كما سينتظم على هامش هذه الزيارة منتدا تونسي سويدي للأعمال التعرف بالإطار القانوني والنظر في نقائص عملية مجابهة الكوارث الطبيعية أبرز المحاور التي ناقشها المشاركون خلال الندوة الإقليمية التي نظمها مركز التكوين ودعم المركزية بوزارة الداخلية بمدينة تبرقى الفيضانات التي اجتاحت عددا من مناطق الشمال الغربية سنة الماضية ألقت بذلالها على هذه الندوة حيث تطرق المشاركون إلى أهمية التصرف في منظومة سدود والبحيرات ومجاري الأودية وضرورة التنسيق مع السلطات الجزائرية التحكم في مخزون السدود يكون معناها بطريقة مدروسة وعلى أساس أنه معناها عملية الإنسياب من السدود تكون معناها مدروسة حسب الإيرادات وحسب مجرى الواد بعد السد خرجنا بقرارات وتوصيات هامة من ضمنها زادة إحداث صندوق لدعم العمل اللي جان هذه ثم توصية لتكثيف التكوين في المجال هذية ثم توصية بإحداث لجان حتى محلية تعرف رئيس البلدية ورئيس مجلس جهة غضو بشيكون عندهم دورهم معناها حماية المواطنين وعندهم دور في المجال هذية المشاركون أثار أهمية تفعيل مشروع المركز الإقليمي لمجابهة الكوارث خاصة مع ما يعرفه إقليم الشمال الغربي من تساقط للثلوج والأمطار شتاء واندلاع حرائق الغابات صيفا بالنسبة للمركز الإقليمي لمجابهة الكوارث بالإقليم الشمال الغربي أنه في الفترة الأخرية معناها ثم قرارات حكومية لأنه إن شاء الله بشي يقع تفعيله في القريب العاجل وتقريبا معناها إن شاء الله في السنوات القادمة القريبة يقع تركيزه ويقع معناها تركيز أليت تصرف الكوارث والأزمات بقليم الشمال الغربي وهذا هي الحقيقة اللي بشي يسهل علينا مهمة التسيير والتنصيق في مختلف مراحل الكيرثة وقد أكد المشاركون على ضرورة الاستعداد الجيد لموسم الأمطار والتنظيم العملياتي لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ووضع المخططات الضرورية لذلك أياما قليلة قبل إحياء عيد شجر الأحد المقبل تتجند كل الهياكل العاملة في القطاع الفلاحية لزرع أكثر ما يمكن من المساحات الخضراء كاميرا الأخبار زارت أحد المنابط بولاية المنستير وتابعت مراحل التشجير هناك ما يقارب ثلاثة هكتارات هي مساحة هذا المنبط العمومي بمدينة بملة من ولاية المنستير الذي يعد حلقة من النسيج النباتي بالجهة والذي يغتي في مجمله أكثر من مئة وهكتارين عنا منبط منزل النور وعنا منبط بمبلة الاثنين هذهم زوز المنابط يمسحوا تقريبا خمسة فاصل ثمانية هكتار وعندهم طاقة انتاجية بثلاثة مئة وخمسين ألف شتلة أو نبتة في كل العام ثم ما يقارب يعني عنا ثلاثين كتار تشجير رعوي عنا ثلاثين كتار تشجير غابي وعنا تشجير تصفيف ما يقارب على عشر كيلومتر على مدار السنة وداخل هذا المنبط تتم مراحل إعداد المشاتل لتوزيعها على المؤسسات العمومية والخواص نحضروا البتيرة ذلك ونحضروا المشاتل حضروا ذلك ترمبطوا في شكايل الكبار ويحاولوه ومعشي الحق لأمور كلها مثل يعني بهاكترا في المملكة حبلها شوية نمشو شوية في الهدى يقعد شوية بأياد هذه النسوة تغلص أولى بذور ومشاتل النباتات استعدادا لعيد الشجرة في المدة سبوع عيد الشجرة عملاء والعطينة سبعين ألف المواطنين يتهفتوا يتهفتوا على النباتات هذه سواء نباتات زينة ولا نباتات خاصة نباتات الزينة بالنسبة للسنة عندنا ما يقارب على ثمانين ألف شتلة أمتاع زينة ما يقارب على هذو ما باش نعطهم منهم في عيد الشجرة ومن بعد عيد الشجرة بأسبوع اللي يحب نولي بسوم رمزي نبيعوهم روء الاهتمام بمثل هذه المساحة الخضراء قد يساهم في نشر ثقافة التشجير حتى لا تبقى المسألة مناسباتية بل تقليدا فلاحيا يغرس في أذهان الجميع رغم وفاة ابنها بالصحراء التونسية في ماي الماضي تواضب عائلة أجنبية على زيارة تونس وخاصة الصحراء في رسالة تحدي لكل المخاوف والتهديدات فقدت هذه الأسرة ابنها في شهر ماي الماضي بعد سقوطه من أحد العربات وهو يتجول بين الكثبان الرملية اليوم تزور العائلة الصحراء التونسية لتقديم مساعدة مالية ولتساهم في حفر بئرن بمكان الحادث نريد مساعدة القطاع السياحي وخاصة الصحراء التونسية التي تشعد ركودا علينا عدم التردد في زيارة تونس فنحن لننسى أبدا ابتزام التونسيين لنا بالنسبة لي لم أفقد ابني أشعر بأنه موجود دائما في هذا المكان في البداية لم أستطع زيارة المكان ولكن بعد الحادث بفترة اشتقت إليه وإلى الناس هنا أشعر بأنني أملك عائلة ثانية سأزورها دائما وفاة ابنهما لم يثنيهما عن زيارة الصحراء التونسية قصة عشق تتواصل فيها الحياة بأرقى وأبهب عاليها في جديد أخبارنا العربية والعالمية قتل خمسة وعشرون مسلحا مما يسمي نفسه تنظيم الدولة الإسلامية في عملية نفذها الجيش السوري بريف حمصة الشرقية على صعيد آخر رفض نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رفض فكرة أن تكون هناك فترة انتقالية بسوريا مضيفا أنه تجري مناقشة تشكيل حكومة موسعة في عملية نوعية نفذها الجيش السوري ضد تجمع لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بريف حمص الشرقية وسط سوريا أكد مصدر عسكري سوري مقتل خمسة وعشرين مسلحا من التنظيم العملية أسفرت أيضا عن تدمير عربات بعضها مزود برشاشة وأسلحة من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الذي جار بين مقاتلة أمريكية وأخرى روسية هو اختبار مدته ثلاث دقائق مرتبط ببروتوكولات السلام المتفق عليها حديثا وليس تدريبا عسكريا وكانت روسيا والولايات المتحدة اتفقتها على بروتوكولات سلام الشهر الماضي بهدف تجنب وقوع اشتباك عرضية فوق سوريا مع قيام الطرفين بعملية قصف متوازيتين وفي رد على بعض التصريحات رفض فيصل المقداد نائب وزير الخارجي السوري فكرة أن تكون هناك فترة انتقالية قائلا خلال زيارته إلى إيران أنه تجرى مناقشة تشكيل حكومة مواسعة وأضف المقداد أن دمشق لم تتلقى إشعارا رسميا بعقد اجتماع مع المعارضة السورية في المقابل يلتقي وزير الخارجي روسي سرغير لفروف اليوم مبعوث الأمم المتحدة الخاصة إلى سوريا وسيبحث الطرفان العملية السياسية في سوريا وكيفية إطلاق حوار حقيقي بين دمشق والمعارضة السورية هذا وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زغاروفا قد صرحت بأن موقف موسكو من التسوية السورية لم يتغير هول الحروب والصرعات التي أجبرت الملايين على نزوح جعل المفوضية الأوروبية تعلن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 62 مليون يورو لدعم النازحين داخل سوريا وفي سياق متصل بالأزمة تشرع اليونان اليوم في تطبيق آلية توزيع اللاجئين الوافدين إلى أراضيها وغالبيتهم من السوريين والعراقيين على سائر دول الاتحاد الأوروبي وذلك تطبيقا للاتفاقات المبرمة في الاتحاد لمعالجة أزمة المهاجرين غير القانونيين حسب أعلان الحكومة اليونانية وينص المخطط الذي أقره الاتحاد الأوروبي على إعادة توزيع حوالي 160 ألف طالب لجوء على دول الاتحاد عبر مراكز استقبال أساسية يتم فيها تسجيل هوياتهم ومن ثم تأدخالهم إلى إيطاليا واليونان في اليمن قتل ثمانية من مسلحي جماعة الحوثي وقوات صالح وأصيب أحد عشر أخرون خلال مواجهات بمنطقة الضباب ومحيط القصر الجمهوري بتعزى بينما قتل عنصران من المقاومة الشعبية يأتي ذلك في وقت أرسلت فيه قوات التحالف العربية تعزيزات عسكرية لكسر الحصار الذي يفرضه الحوثيون فيما كثف التحالف العربي عملياته العسكرية وغاراته في تعزى خصوصا مع البدء باستخدام قاعدة العند من الصعب علينا أحيانا فهم مقدار الشغف لدى الكثيرين تجاه التكنولوجيا والتقنية وربما لا يمكننا تخيل وجود عجوز تبلغ من العمر 97 عاما أمنيتها الوحيدة زيارة شركة جوجل أوليفر أورل تمنت أن تصبح مهندسة لكن والدها رفض هذه الأمنيا أرادت أن تعرف كيف تقوم شركة جوجل بصناعة الواقع الافتراضي وسيارة ذاتية القيادة والمفاجأة أن جوجل وفقت على الزيارة وتم تحقيق حلم أوليفر عبر وساطة مؤسسة ثانية تساعد كبار السن لتحقيق أمنية كانوا يرغبون في تحقيقها في صغرهم ونختم نشرتنا كالعادة بأهم الأحداث المنتظرة اليوم إذ تنفذ الأسلاك الأمنية وقفة احتجاج بمطار تونس قرطاجة دولية انطلاقا من العشرة صباحا ويعقد كاتب الدولة للإسكان ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم تطورات إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ومنظومة السكن الجديدة الحاديات عشرة صباحا كما يتم التوقيع على اتفاقية هبات يمنحها الاتحاد الأوروبي لتونس بمقر وزارة التنمية المستدامة الحاديات عشرة ونصف ومن المنتظر أيضا أن تجتمع لجنة القطاعات باتحاد الأعراف الثالثة ظهرا شكرا على مرافقتنا يوما طيبا اشتركوا في القناة